النهاردة كمان في ملمح اخر وهو الاعلان عن زيارة وفد وزاري على رأسه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الى السودان احنا يعني يمكن كان مزعج بالنسبة لنا قبل دقايق انه يعني انه عبر المواقع الاخبارية انه يكون هذا الخبر اللي اراه لحضراتكم لانه عدد من وسائل الاعلام السودانية قالت انه في انفجار ضخم هزى العاصمة الخرطوم منذ قليل والانباء التي نشرت حتى الان المتوفرة حتى الان بتقول انه حدث انفجارات في مخزن زخيرة تابع لمعسكر سوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم وقالوا انه هذا انفجار كبير للغاية قدام حضراتكم وهو ده انفجار في مخزن زخيرة تابع ليه معسكر سوداني موجود هناك الاشارة ايه الاشارة ايه انه السودان خرج من ظروف صعبة جدا والانفجار ده جزء من هذه الظروف لانه انت برضو البلد لسه ما استقرتش يعني لسه ما قعدتش كده واستقرت عندهم مشاكل اقتصادية عندهم منواءات كتيرة جدا ويتحدث السودانيون عن ذلك بشكل واضح هذا الانفجار يمكن الانباء والاخبار اللي يعني بتبس عبر المواقع الالكترونية المعتبرة ما فيش فيه تفاصيل لكن لو جيه تفاصيل واحنا بنتكلم معها حضراتكم نقول هذا الانفجار زي ما بقول والظروف الاقتصادية الكبيرة اللي موجودة في السودان بتخلي ظهور مصر النهاردة اول مرة الدكتور مصطفى مدجولي يزور السودان ومعاه وفد كبير من الوزراء يعني عندنا وزير الرأي موجود عندنا وزير الكهرباء موجود عندنا وزيرة التجارة والصناعة موجودة عندنا مسئولين من وزارة التعليم والتعليم العالي موجودين لانه فيه ده بالاضافة الى ما يمكن انه سميه هدية الشعب المصري الى الشعب السودان بعض الناس يستخدم فكرة المساعدات لكن النهاردة برضو بتوجيهات من الرئيس القوات مسلحة جهزت طيارتين فيهم مسلزمات طبية كثيرة جدا رايحة للسودان ويمكن اسيب حضراتكم لهذا التقرير اللي بيسجل هذا التوجيه من الرئيس من الرئيس عشان الطيارات اللي راحها الطيارتين اللي راحوا بالفعل كانوا من يعني هما دول كده ايه المقدمة اللي راحها قبل الوفد الوزاري طيب وروانا الفيديو حتى لو ما فيش صوت الناس تبقى شايفة الاستعدادات اللي حصلة لانه المصر الحقيقة بسبب الزروف الاقتصادية هناك في السودان الناس محتاجة يعني محتاجة مساعدات طبية وعايز اقول لحضراتكم ان نرايح في هذه المساعدات الطبية كواشف عشان مسألة كورونا ومسألة انه هيبقى الاطباء اللي راحين من مصر عشان تدريب الاطباء في السودان عشان البروتوكول اللي احنا اتبعناه هنا فيه علاج كورونا وزير الراي موجود ويمكن يعني هيبقى فيه كلام على مشروعات الربط الكهرابي بيننا وبين السودان مشروعات على الربط السكة الحديد فيه اتفاقيات كتيرة جدا ما بيننا وبين السودان في هذه الزيارة اللي هي تقعد لمدة يوم واحد لكن المهم في ده تواجد وزير الراي دكتور محمد عبد العاطي لانه فيه توافق كبير جدا وتقارب كبير جدا ما بين مصر والسودان فيما يخص ملف سد النهضة خاصة انه تقريبا فيه اجتماع ان شاء الله يوم الاثنين بعد ما السودان كانت طلب التأجيل الاجتماع في جولة التفاوض الحالية لمدة اسبوع فده ملف مهم جدا هيكون موجود واعتقد انه هذه الزيارة يعني هذه الزيارة مهمة في توقيتها ومهمة في معناها لان انا ما بقولك بتدل على حيوية مصر ايه انه البلد بتتحرك والبلد بتعمل فيه ناس كتير قعدة بقى على انا اسف التعبير برضو قعدة على المساطب كده يقولك هو ايه يعني مساعدات راحة للبنان ومساعدات راحة للسودان هو يعني ما احنا اولى بالمساعدات دي دي لهجة ونغمة بتتقال باستمرار اولا هي نغمة ولهجة عيب بصراحة يعني حتى حتى لو انت ظروفك ظروفك الاقتصادية صعبة وفي جنبك حد ظروفه الاقتصادية اصعب منك فلما تساعده ما ينفعش حد من بيت بقى من بيت يطلع كده حد من ولادك كده يقولك بيه ما احنا اولى بالمساعدات دي وانت يعني احنا لا فاول حاجة انسانيا ونفسيا عيب ما يصحش ان بعض الناس اللي بتقول هذا الكلام تاني حاجة ان انت ليك دور فعلا حقيقي فيما يتعلق بيه اشقاءنا العرب واشقاءنا الافرقة انك عند خبرات وعندك ما يمكن ان تقدمه كمساعدة فانت بتقدمه كمساعدة فاللي حاصل النهاردة يعبر لك عن دور مصر وموقف مصر اللي ناس كتيرة جدا كانت قاعدة بتغني يقولك ومصر راحت فين ودور مصر راح فين واحنا فقدنا دورنا الاقليمي واحنا فقدنا دورنا العربي واحنا فقدنا دورنا في العالم الاسلامي لا يا سيد اهو جزء من هذا الدور انت بتقوم به فيما يخص السودان تحديدا فان شاء الله تبقى هذه الرحلة موفقة ومسمر عايز اقول لحضراتكو انه اول المعلومات اللي جات بدأت تيجي من معلومات منسوبة لمصادر عسكرية سودانية في مسألة الانفجار اللي حصل قالت مصادر عسكرية سودانية ان انفجارا محدودا وقع في منشأة عسكرية جنوب العاصمة الخرطوم ولم تسقط خسائر او لم يسقط لا توجد خسائر بشرية حتى الان والمصادر العسكرية السودانية اوضحت انه انفجار وحريق محدوديني وقع في مخزن للزخيرة داخل المنشأة والمصادر الامنية برضو في السودان قالت انه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في المخزن زخائر الدشكة اللي هي رشاشات الثقيلة فالحمد لله المعلومات اللي جاية من السودان انه تمت السيطرة على هذا الانفجار ولم يخلف وراءه اي خسائر بشري فيعني الحمد لله على اي حال احنا بنقول انه زيارة ان شاء الله بكرة هنتبعها كمان